السلام عليكم أهلين فيكم في فيديو جديد أنا عارف لبعض الأشخاص أصمت حمسين أن يشترون العباد الجديد لكن طلعت أسير بها تلحق العباد اللي بينزل الثاني أجد من الجديد اللي ما بعد ينزل الحين فكبداية مؤتمر أبول تأكد نحن تكلمنا قلنا لكم من المؤتمر أبول المطورين رح يكون في جون جون بس قلنا أونلاين رح يكون لكن نحن تأكد يوم المؤتمر السن اللي راحت كان في ثلاثة جون فكان يوم الأثنين ثلاثة جون الحين لو نشوف جون يوم الأثنين رح يكون اليوم الأول في جون فرح يكون أول يوم يعني جون يوم واحد وهو مؤتمر أبول المطورين رح يكون أونلاين إلى الآن ما نتوقع أنه بنزلون أي جهاز لكن يمكن نزلون ما تدري فهو المؤتمر رح يكون بس لحق المطورين أو لحق الأنظمة الجديدة لأيوس 14 الواتش أو اس 7 شنه شباقي كل جزة أبول أو أنظمة أبول لبتوبات حقته وكل شي رح يكون في ذلك المؤتمر يعلنون عن بعدين ثلاثة شهور يكون كل المطورين ما رح ينزل الكل بعدين في سبتمبر يعلنون عن لايفون وينزل الجهاز أو ينزل النظام مع لايفون ما ندري أي شي عن الميزات كلها تسير باتها حين أولا جزة اللي بتندعم كل شيء ما ندري عنها كل شي لكن لا تسير بات ثاني برضو لحق الأيباد الجديد إنه في أي بات ثاني أبول قاعد تشتغل أحين عليه نقول لكم عنه أو لا لا ننتظر أوكي نرجع لكم شوي خلا شووكم الحق لايباد الخبر الثالث الايفون الجديد أبول متواهقة حين نطلع التسريبات إنه أبول الآن ما بقادرت تصنع الايفون الجديد ليش متواهقة بسبب الفايف جي إن أبول حين جالسة تشتغل على الفايف جي وتابع لقطعة حقاتها كوالكم الفايف جي حقاتها أكبر من القطعة أو القطعة حقات كوالكم الفايف جي أكبر أو كبيرة فأبول تابعي أسقر كوالكم سمعت إنه رح بتسوي في الصين فتح المصنع حقها ويشتغل لكن في بعض المصانع الثانية وبعض مثل في ماليزيا عندها بعض السبلاير الذين يخذون منها قطع أو تأخذ منهم قطع إلى الآن ما فتح فالمشاكل الآن نابل متواهقة هل بتأخذ مالك والكم ولا ما بتسوي ما نقدري لأنه في مي في شهر خمسة لازم تأكد الايفون يكون عندها الايفون والقطعة الايفون والجهاز الايفون اللي رح ينصنع قدام الآن عندها كذا ايفون وللآن ما غررت لكن المشكلة إنه سنة راح تكون في الوقت عندها كذا ايفون ما بعد تغرر أي واحد وتغرر في مي لكن الآن ما بعد تغرر رح تلايفون حقهم وتمسكي يعني أي واحد منهم ما تدري إلى الآن مشاكل التصنيع ولا شيء ذا كلها فالفايف جي عندها باكة بابل إنها ترجع لحق كوالكم بما نحي نعدلوا كل شيء معاهم وتاخذ قطعة كوالكم اللي كوالكم راح تسويه لحق أبل تكون أصغر فلنه جهازها ما دريش تسوي أبل لازم يكون الجهاز أصغر أو القطع أصغر فبهذا السبب الايفون يمكن يمكن من الأخبار قولك إنه بتأخر 5G وابل قاعدة متوهقة حين فيمكن يتأخر إذا ما نزل في سبتمبر رح ينزل ممكن في نومفمبر أو في ديسمبر أبل أول مرة بتسوي الحركة صوتها قبل سنتين من الايفون 10 لكن فيه ايفونات نزلت في سبتمبر الايفون 8 والأيت بلس نزل في سبتمبر لكن الايفون 10 تأخر إلى نوفمبر أو ديسمبر نوفمبر نوفمبر تنزل فهل الايفون الجديد رح يتأخر ولا لا هل أبل بتشوف حل عندها حين كم 5 شهور أو 6 شهور وتنزل في سبتمبر بتشوف حل ما ندري لأن الأخبار تقول لك السيطرة على كورونا اللي موجودة حين في المرض ريضين نشوف قدام المهم خلص منذ الخبر نتقل لكم الايفادة الجديدة الايفادة الجديدة اطلعت تسريباته حين ابل برضو قعد تشتغل عليه تشتغل القطاع طبعا التسريبات اللي اطلعت احين رح يدعمل 5G وراح يكون عليه A14X مش A13X A14X فتنقز من A13 ما رح يكون في A13X بيكون في A14X فالA13X متى بتنزل أو مذلة يمكن لحق تخيلوا لكن الايفادة الجديدة سيكون في 5G ويكون في A14X حسنا اللي بيشتغلون الايفادة الجديدة حين بيقومون يسبون فيه آسف لكن هذي الأخبار يعني ما نقدر نقول شي أخبار جديدة لننزل الايفادة جديدة الاخبار زادت سويت الفيديو خلصت رفعتها اللي طلعت اخبار جديدة فقلت يالله نحذف الفيديو ونكمل الفيديو الرئيسي ونحط فيه شغال زادة زادت الأخبار حين وما بخبر واحد وما طلع من موقع واحد طلع من ثلاث أربع خمس مواقع يعني أكدوا ان الميني لد رح تنزل على الايفاد نهاية السنة فالايباد رح يكون ممتاز الميني طبعا ستنزل على الايفاد برو 12.9 لا يكتبون 11 انش مدري ليش فهلا رح ينزل نهاية السنة بس آيباد 12.9 عليه الميني لد الايفاد رح ينزل عليه الميني لد ما دري ورح ينزل برضو الميني لد على 27 انش الماكبرو ورح ينزل على 14.1 انش الماكبوك برو اللي هو حين 13 أبو بتغير بتخلي 14 بيكون أفضل كذا بيكون ماكبوك اير 13 ماكبوك برو 14 ماكبوك برو 16 فكذا اللي هو أفضل أفضل من حين لأن ماكبوك اير 13 وماكبوك برو 13 فلازم يجب يجب الفرق وبرضو رح ينزل على الماكبوك برو 16 ورح ينزل على 10.2 انش الايباد ورح ينزل على 7.9 انش الايباد والايباد مني فما توقع حين رح ينزل على الايباد برو بعدين على الماكات أو الجهزة اللابتوبات ابل والايماك بعدين ينزل على الجهزة الرخيصة الايباد 7.9 انش والماك مني حد يمكن الجاي ينزل عليهم لكن هذه الإشاعات وهذه الأخبار والاي 14 يعني نتوقع أن منتظر الشيء اللي عاجب بني وشيء اللي منتظر الكير على A14 خصوصا بيكون 5 نانومتر المعالج فالمعالج ستصير صغيرة أو الحجم المعالج ستصير 5 نانومتر A14 يعني نكون عليه وفي 5G فراح نشوف كيف رح يكون المعالج القوي اللي في الايباد فآسف حق الاشخاص اللي ينتظروا الايباد الجديد لحين أنا مرح اشتري هذه الفروقات وهذه الأشياء اللي نعرف حين فأنت بكيف تنتظر ولا ما تنتظر تبي 5G تبي mini led تبي A14 X بكيف تنتظر ولا لا الجهاز أو اسم الجهاز آيباد برو ماكس وهذه تسريبها طلعت لحين آيباد برو ماكس يعني راح يكون آيباد أكبر من 4.9 أو راح يكون ما نادر لش تسارفة هذ تسريبها كل شي التسريب قاعدة تشتغل الآن في المتجر أو في المصنع حقها لحق آيباد جديد على نهاية السنة وقومنا إلى الفيديو والسناب حقي هذا قمت تسوي فيديوهات وسوي مراجعات وسوي أشياء في السناب نفسها وأخبار الخبية بنفس دائع سويها في السناب يعني كانوا أشخاص في السناب يشوفون الخبر قبل ما أعلن عنه في اليوتيوب لكن بعض الأخبار لازم أجلس ومخمخ عليها وأجمعها لكم وحطها لكم هنا لكن أنت تشوف الأخبار كلها وتشوف المراجعات وسوي مراجعات برامج وشروحات برامج على الخفيف على الماشي ويومياتي هنا يومياتي هنا يومياتي هنا في أمريكا هذا سنابي وأنا تشرف في نهاية الفيديو مثل ما قلت لكم لا تنسون اشترك في الغناة ونشر المقطع